اشتركوا في القناة اهدافنا بسيطة جدا ستمس المواطن عن قرب اهدافنا هي انقطاع المياه بشكل متكرر في اريفنا هي الاقتضاء الحاصل في مدينة سفاقس بلاد المليون نسمة واللي انا الاوان انها الضم ولايتين انا الاوان فوق العزلة على منطقة قرقنا باحداث الجسر الحلم لأهالي قرقنا انا الاوان لازالة السكة الحديدية بمنطقة ساقيد الزيت سكة الموت التي تحصل عديد من ارواح في كل سنة اهدافنا ستكون بسيطة ندعوكم لانتخاب القائمة المستقلة للانتخابات التشريعية قيمتنا اسمها نحب نعيش وكل مواطن نحب يعيش قيمتنا اهدافها السحة التعليم وضعية الفلاحة في تونس وخاصة في ولاية سفاقس وضعية المتقعدين اللي هما ابائنا وامهاتنا وضعية اطفال المدارس الكلها بس يكون اهداف قادرة اننا قادرين انحققوها مع بعضنا الكل اذا كانت اعطيتوا فينا ثيقتكم اذا كانت تخبتوا قيمتنا احنا قيمتنا واقعية واهدافها واقعية وان شاء الله نحاولوا انحققوهم عبدالسلام معالي رئيس قائمة الحزب الاشتراكي دائرة كبلي انتمي لهذه الربوع السعيدة في اقصى الجنوب التونسي المهمش في جميع المجالات من القطاع في قطاع التعليم في قطاع الصحي في قطاع الطرقات في قطاع التمور اعمل جاهدا لتطوير هذه القطاعات بل جلها واجتهد لبعث وادافع لبعث معهد تعليم عالي اخر لان المنطقة لها معهد يتيم اسعى لتطوير القطاع الفلاحي بمنشانه ان يطور قطاع التمور من تسويق وتصدير اسعى لجلبي اطبائي اختصاص بمنشانه ان يطور المستشفى الجيهوي اسعى لتطوير البنية التحتية منطقتنا ولاية كبلي منطقة حدودية مهمشة تفتقروا لجميع متطلبات الحياة انتخبوا قائمة الحزب الاشتراكي انتخبوا قائمة الحزب الاشتراكي لانها المدافع الوحيد عن مصيركم وعلى منطقتكم السلام عليكم وبركاته حول موضوع الانتخابات التشريعية وبالتالي اقدم لكم رؤيتها مشروع حزبنا حزبنا حزب الطيارة الديمقراطي لتونس تونس الدولة القوية تونس الدولة المزدهرة تونس الدولة المتطورة تونس الدولة المتطورة اقتصاديا متقدمة علميا وثقافيا تونس الدولة القوية والعادلة لتحفظ كرامة المواطن اخويني اخواتي هذه فرصة لنا جميعا لتركيز ودعم روح مواطنة من خلال المشاركة في شأن العام والانخراط في المسار الديمقراطي بتقييم المرحلة الفارطة واختيار من سيتولى المرحلة القادمة المرحلة القادمة لتحسين المرفق العام ونحن نعرف وضعية المرفق العام ووضعية المواطن في علاقة بالإدارة والمرفق العام في الصحة في التعليم في التربية في النقل هذه كلها أشياء يعيشها المواطن في قضاء شؤونه وحياته اليومية وبالتالي ندعوكم للتوجه إلى مراكز الاقتراع ونحن ندعوكم للتغيير وأعطاء الفرصة لحزبنا حزب طيار الديمقراطي بسم الله الرحمن الرحيم فاكر أحمد رئيس قائمة هلومولي تونس وعددها رقم 11 أعمل كوكيل بشركة ولدي خبرات في مدين الصناعة والتجارة والخدمات التحقت اليوم بحركة هلومولي تونس التي تأثت منذ 11 شهر وهي حركة سياسية ومدينية أسسها ضباط سامون من مؤسسة الدفاع الوطني وأحيلوا على شرف المهنة المبادئ المتعنع هي الانذباط والإنجاز والعمل وتفتح طريق سياسي جديد وبإرادة صادقة أحنا في ولاية بن زرت منذ الاستقلال حب نقول منذ الاستقلال ما صار حد شيء وما وعنا حتى إنجازات إلى يوم من هذا أحنا نستناه في ثمانية سنين وعود منذ الثورة إلى الآن وما قاعدين نسمعوا كان في الكلام الإنجاز يجيبوا ربي لذلك أحنا قررنا اللي بش ندخلوا للمجال السياسي وبش يكون لنا صوت وبش نستغلوا الخبرات اللي عنا واللي عند الفريق اللي معنا لكله وعملية التطوير اللي بش تشهدها بن زرت لم تشهدها من قبل وإن شاء الله ربي وفقنا على عمل لما فيه خير بن زرت وخير تونس لذلك انتخبوا القائمة 11 وإن شاء الله ربي يجيبنا في سواب الناس كل فتح الطيف أصيل معتمدية وذرف ونولاية قابس مترش على قيمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي دوري كنائب أنتم انتخابي هو أن نكون صوتكم صوت أهل جيب الجملة من المنزل الحبيب للحامة المارث للمطوية الوذرف الغنوش البوشمة بحاولنا نسعوا لتفعيل المشاريع المعطلة وكذلك الدفع والسعي التنمية في جميع المجالات أهم حاجة نذكرها اللي نرجع لها ديما في الأول وفي الآخر هي موضوع التلوث التلوث أضر بولاية قابس أضرها في السياحية أضرها صناعيا أضرها فيلاحيا وكثر علينا الأمراض بحاولها نسعوا وبشراسة باش ندافع عن موضوع هذا باش نسعوا باش ننقصوا ونسعوا إلى آخر رمق عنا باش نحلوا مشكلة التلوث موعدنا معكم يوم 6 أكتوبر قيمتنا عددها 28 بحاول الله جابس حاول الله تكون خير وتونس تكون خير وخير والله هو لي وطفيق بسم الله الرحمن الرحيم أنا إسماعيل السباعي أستاذ ربا بدنية موظف بسيط من عائلة بسيطة والد في حاجة العيومة رشع لقائمة العين في الدائل انتخابي القيروان رقم القائمة 27 وشعارها كورا أنا اليوم جيدكم نحلم في قلب يغصها أن نستخدم في الحضارة تغطية اجتماعية ولا شهرية مززية وتور رسموكم والإبلاعها ربي بإعاقة ما يقايش يكون يتلهابية الملاكس كلها مزيرة تزيدوا مرض على مرض جونا السياسيين أنواع وشكال وعدونا بالتنمية في البلاد مش يردوهانا باريس أما ما هوش مش تغير حد شي أنا راني نمرض كيف نذكرك التلميذ النضحرة في العلاة في الطوال قدام دار بولعلاس العيساوي في الذهيبات وإن شاء الله وإن شاء الله باش تقوني معاكم في كل محانكم ومطالبكم في كامل ولاية قيروان في السبيخة والعلاة والوسلتية وحفوز وغيرها والمنشية والبرجي وكل أنحاء البلاد إلى حاجب العيون مرة أخرى بجاه ربي وينو حق المنجززيدي الذي انتحر بسبب الخصاصة والفقر والعباس الذي انتحر بسبب الخصاصة كذلك وينو حق وينو حق المهدي الرابحي شهر دبدوب الذي قتله البوليس السياسي يا أهلي واناسي في حاجب العيون أنا لا أنظر إليكم أنا أنظر إلى أبنائكم أنا أنظر إليكم في عيون شهد العباس التلميذة وفائز السبعي أنظر إليكم في عينين أنظر إليكم في عين أحمد وياسين الرابحي وفاطمة المنيسي إلى القيروان اللي ولد آخر بلاد في التنمية بسم الله يا أهلي في التطوين أنا ولدكم من أجل المدني نتقدم لكم للمثل الجهة في مزن شواب شعب هذه الجهة اللي ولدت فيها وترعرعت فيها ثم استقرت فيها بعد التخرج وتسلمت المشعل من الأجيال السابقة لإكمال المسيرة اللي يبدأها الأجداد والآباء في خدمة المنطقة يا أهلي في التطوين نحن داخلين في مرحلة حاسمة مرحلة تطلب ناس مخلصين ومتمكنين يدافعوا على حق الجهة يدافعوا على حق الرمادة أرض المعارك الخالدة في أنها تكون قطفلاحي على حق أهلينا في ذهبة اللي تعبوا من الخدمة على الخط في إدماجهم في الدورة الاقتصادية في حق الصمار وبنمهرة في إيجاد مشاريع تنموية في حق مراسل وبرلاحمر أهل الجد والعمل بالداخل والخارج في تطوير قطع الخدمات في حق أهلينا في الأرياف في فك العزلة عنهم بتوفير نقل عمومي وبتوفير منظومة صحية مقبولة وما صالح الشراب في حق شبابنا في فرص التكوين والتهيين وفي العمل الجمعياتي تحية تونس تقترح عليكم فريق عمل متكون من ثلاثة مهندسين في اختصاصات مختلفة وخرجة لغات حية فريق يجمع بين الكفاة والطموح له من الخبرة والإشعاع ما يمكن من أن يكون قوة اقتراح أهلينا في تطوين أخواتي وإخواني صوتكم راهو غالي باش يحدد مصيرك ومصير أولادك صوتوا بكثافة يوم 6 أكتوبر صوتوا لحزب حركة تحية تونس باش تكون بكم تطوين أقوى والسلام السلام عليكم وليد بن براهيم متزوج أب لي ثلاثة أبناء موظف بالمستشفى المحلي بالنظور ورئيس طائمة الاتحاد الشعب الجمهوري بدائرة زغوان بالنسبة لنحنا ما نشمش نتدخل حتى جهد في خدمة بلادنا وفي خدمة جهتنا أساساً برنامجنا يتمثل أساساً في هيكلة القطاع الفلاحي وحل العديد الأشكاليات العالقة بهذا النشاط كذلك فك عزلة الأرياف وتحسين البنية التحتية إضافة إلى ذلك جلب مزيد من الاستثمارات للجهة وحد من البطالة وخاصة أصحاب أشهاد العليا أما فيما يخص النشاط الثقافي أحنا نعرف اللي جهة زغوان نقصة على مستوى الثقافي واللي الشباب ما يلقاش وين يبرز إبداعاته وين يبرز نشاطاته وكذلك للحد من الانحراف بالنسبة للبرامج على مجال السياحة الجهة زغوان تتمتع بمناطق طبيعية خلابة ومناطق أثرية متميزة اللي يجعل منها تستقطب المزيد من السياح احنا نستنو المساندتكم وتشجيعنا ونطلبوا من الجميع ونطلبوا من الجميع ونطلبوا من الجميع انتخاب قائمة الاتحاد الشعب الجمهوري رقم 17 دائرة زغوان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معكم محدثكم زياد عيساوي مرشح اتلاف الكرامة عن دائرة الكاف الذي يتبنى المبادأ والقيام التي قامت عليها ثورة الشباب الذين استماتوا في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وفي هذا صدد نواصل مسيرتنا اليوم بكل حزم وكلنا أمل في نيل ثقة شعبنا العظيم معاولين على قدرته في حسن اختيار من يمثله إذ أننا بمشيئة الله سنعمل على الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية والتصدي لكل القوانين المخالفة للإسلام والشريعة وسنسعى إلى الدفاع عن المرأة ودعم مكانتها في المجتمع دون أن ننسى دور الشباب والطفولة في النهوذ ببلدنا الحبيب وفي هذا الإطار يتقدم اعتلاف الكرامة لشعبنا الكريم بجملة من المقترحات والإصلاحات في كل القطاعات لعل من أبرزها بعض صندوق للزكاة وتحسين البنية التحتية والتشجيع للاستثمار ويعادة الاعتبار للمربين وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع التجارة الإلكترونية ودعم السياحة ومقاومة ظاهرة العنوسة والتخفيذ في نسب الطلاق والتخفيذ في حوادث الطرقات وفي مستوى الجريمة وغيرها من المقترحات أهلنا في الكاف كلنا ثقة في حسن اختياركم وذلك بالتصويت قائمة اعتلاف الكرامة ورقمها 45 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى أيها الإخوة أيها الأخوات يا أهلين بولاية مدنين أننا ترشحنا على قائمة تحية تونس نهدف من خلاله أنا وكل من بالقائمة إلى خدمة أهلين في كافة ربوع الولاية ولنواسل المشوار الذي بدأناه عندما كنا وزيرا مكلفا بالتنمية بالولاية في حكومة الوحدة الوطنية إن ولاية مدنين تستحق إنجاز مشاريع مهيكلة أولها وأهمها المشروع الذي يصعر في استلاحا بالمشروع الصيني بولاية مدنين الذي بدأناه ويجب أن نحلص على تنفيذه ونلتزم أنا وكل أعضاء القائمة بالعمل ليلا ونهارا على تحقيق هذا الحلم الكبير لهذه الولاية التي تستحق إن إنجاز المنطقة اللوجستية ببنجردان انتظر عشر سنوات كاملة وبدأ يرى النور ولا بد من رجال ونساء يقفون وراءه حتى ترى هذه المنطقة الواعدة النورة بدورها أيها الإخوة أيها الأخوات إن جعل مركز ولاية مدنين قطبا جامعيا واستشفائيا من أوكد اهتماماتنا كما أن صيانة كرامة أهالي الولاية عند التجارة البينية مع ليبيا أو عند عودته من الخارج يعتبر مثابة الاهتمامات الأولى لقائمة تحية تونس مدنين أدعوكم أيها الإخوة حرصا على مواصلة التنمية أن تنتخبوا قائمة تحية تونس شعب تونس العظيم أهالي جندوب الأحرار نتقدم لكم مرة أخرى من أجل تجديد الثقافية اللي منحته أهالي سنة 2014 للمجلس المبالشعب أنا في المدة اللي عديتها ما كليتش وما مليتش للدفاع على مختلف مصارح الفئات الشيماعية الفلاحة والخدامة والموظفين والمتقعدين والطلبة والبحثين على العمل وأصحاب الشهائد العليا وعمل الحضاير والألي 16 كنت حاضرة باش ندفع عليهم بكل جدية هدوما اللي عناهم من سياسات الحكومات اللي تعاقبت وأنا دفعت عليهم من موقع في المعارضة وكرئيس رجل المالية حق البلاد وحق الجهة في التنمية العادلة وفي الثروات وفي عيشها كريمة هذا من واجبي باش نعملوه وهذا يا حقكم علي وما ترددش بأني نكون من هذا الموقع من أجل جندبة تريد تنمية حقيقية اليوم نتواجه لكم مرة أخرى لتجديد الثقة وأنا كلي عازم على أني نواصل على نفس الطريق مدام العطش مزال والجوع مزال والفقر مزال والحجرة مزالت اليوم نقول لكم صوتوا صوتوا لي صوتوا للجبهة الشعبية صوتوا لرواحكم من أجل جندبة أفضل ونحن مازلنا مواصلين إن شاء الله في لفس الطريق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا الدكتور عزدين تايب عن نيدا تونس رئيس قائمة نيدا تونس نحن أحفاد الزعيم بورقيبة نحن أبناء الباجي قيد السبسي اليوم جينا برنامجنا قدموهم لمنتخبين هو يهم الصحة هو مادركم الصحة وهنا تيبيب ونعرف معناها قيمة الصحة اللي أصبحت اليوم باهضة على المواطنين اليوم جينا ببرنامج مش مشفو الوضع البيئي في ربوع تونس واحد بور الشاكير السبخة اليوم نحب نشوف مشاكل الشباب اللي تفتقد إلى دور شباب ودور ثقافة نحب نشوف الجمعيات كما الاتحاد الولمبي كما الاتحاد جبال الجلود كما الاحرائرية كما الويأسام الوضعيات اللي يوم فيها نحب نحلوا مشاكلهم في العمل التشريعي نحبوا اليوم محكمة الدستورية تكون متواجدة مش معقول خمسة ستين واليوم ما نضرناش فيها اليوم نحبوا ننظروا زادة في القوانين اللي قاعدت في مجلس النواب وما نضرناش فيها إن شاء الله تكونوا تتوافدوا يوم ستة أكتوبر بأعداد كبيرة مش تنتخبوا تقدموا قائمة تسعة وشرين قائمة نيدا وشكرا عسل ما تنسى الكل أنا أيمن بن علي مهندس في الإحصاء وتحليل معلومات رئيس قائمة أمل وعمل المستقلة المترشحة للانتخابة التشريعية على التونس 2 ورقمها 5 أمل وعمل هي كل تونس يحب الجدية والحلول العملية أمل وعمل توجدت على خاطر كل واحد انتخب وخاب ظنه من بعد كيف ملقاش التغيير اللي حلم به وقت ما حطت الورقة في الصندوق في أمل وعمل ما نشي بش نحيولكم عن المشاكل البلاد اللي الناس الكل تعرفها اللي همنا هما الحلول اللي ما تقدمتش تلت الثمانية سنين اللي فاتوا هذك علاش أنا اليوم بش نحاول نقدم أربع حلول نتعهد بش نطبقها ونخدم عليها إذا تعطيني أصواتكم وتنتخبوني كنائب شعب عند إيلة تونس الثنين الحلول هذي متمثلة فيه أولاً إصلاح المرافق العمومية اللي من أهمها وأوكدها التربية والتعليم والصحة والنقل ثانياً تحسين البنية التحتية ودفع الاقتصاد وخلق مواطن شغل ثالثاً إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية لضمان ديمومتها ورابعاً إرساء منظومة جبائية عادلة تتصدى للتهرب الضريبي كل الحلول اللي ذكرتها هي حلول واقعية وعملية نجموا نطبقوها إذا توفرت الإرادة في اللي بش ننتخبوهم واللي بش يحكمونا طيلة الخمسة سنين جايين هذك علاش خاطر انتي وين نستحقه مخير على خاطر تونس تستحق مخير امشي نهار 6 أكتوبر مارس حقك الانتخابي وصوت القائمة أمل وعمل مستقلة اللي رقمها 5 السلام عليكم من الناس الكل أنا أختكم بوثي نعوي سيوي رئيس قائمة الوطن الجديد رقم 30 على أسفق الثنين بإذن الله سميع العليم برنامج الانتخابي مش يتمثل أول حاجة بش نهتم بالمرأة بصفة عامة الكاتحة الفلاحة العاملة في المعامل كل مرأة كل مرأة مستهدة من أي فئة في المجتمع مش ندافع عليها مش نوصل لها صوتها بإذن الله سميع العليم زيدا مش نكون صوت شبابنا اللي عاطنا على العمل اللي ما سمحوطوش الظروف بش يكمل قرايته بش يكون عنده مهنة يصدقات بنا ويعيش بكرامة بش نلقاولهم حل بإذن الله بش نوصل صوتهم برنيمجي انتخابي زيدا مش يتضمن نسينا ورجينا الكبار اللي يعطاوهم من صحتهم اللي يعطاوهم من جيبهم من صندوق التضامن وحاليا عندهم ظروف صحيبة وخايبة برشا مش نوصل لهم صوتهم مش ندافع علي حقوقهم التعليم مش نتطرق للتعليم والتعليم ولا في الحديث في البريود هذية كل البنية التحتية زيدا مش نتطرق لخطر احنا سفيق سثنين سفيق سثنين هي منطقة شعبية بكلها أحياء شعبية وبكلها مناطق مهمشة وبكلها ناس ما تخدمش وناس زويلة بإذن الله مش نكون صوت الزويلة خطرنا زوالية منكم بنت حي شعبي أنا أبو ثيناوي سيوي القيمة رقم 30 الوطن الجديد صوتوا لي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسالين أنا أخوكم عبد الله بن محمد الصالح بن عيش رئيس قائمة بني وطني عن ولاية توزر بلاد الجريد يقول لكم يراكم كيف الرمانة من بر مليانة ومن داخل حلوة ومزيانة إخوتي أخواتي شعاري هو الرمانة رقمي 41 حملي ثقيل وكادني هزانة ونفسي عزيزة خايفة من الهانة تونس دولة بلاش دولة تونس العصابات والرشوة تونس بلاش ممالي الزيات والعيات والبركاجات رهم عطسونا وجوعونا وفقرونا وقتلونا ومرمدونا وضيعونا صغارنا فلسوا بلادنا وتوواحي يحبوا يزيدوا يترشحوا ويحكمونا توزر لولا في البيطالة رغم 109000 ساكن في الولاية توزر السياحة عبور رغم عندنا وطلة نلتجأ إلى ولاية أخرى للمدوات وإجراء عمليات جراحية يلزمنا ناخذ حقنا بالسيف عليهم حب من حب وكره ما كره نطلب منكم تركزوا وتعرفوا لمن تصوتوا ولشكون تعطوا لنوف لنوخر نقدموا بتونس القائمة 41 ورانتون 41 وحبك يا شعب وحبك يا أهل الجريد تحية تونس وشكرا هالي سيدي بوزيد البي مايانا مصوري جمودي رئيس قيمة أحبك يا شعب شعارها محرمة أؤ داد الله يرحمها ملفوفة بين يدين أمينتين ورقمها ثلاثة اليوم نعمل نعمل على ثلاثة أو أربع ومواضيع هامة أولا توسيع طاقة استيعاب مينة الفصفات بالمكنيسي وفتح معمل إسمنت بالمزون الاستيعاب المعطلين عن العمل وتطوير إمكانيات البلاد وجلب المستثمرين في كل البلاد لأن البلاد بقيت نقطة سوداء بين المستثمرين الثنين نستتحدث على الصحة الصحة اليوم تعاني المستشفية والمستوصفات في سيدي بوزيد اليوم تعاني الأمرين اليوم البنية التحتية متهرية اليوم الدواء ما ثماش اليوم الأطباء ما ثماش الثنين هي تعليم اليوم نتحدث على التعليم اليوم البنية التحتية متهرية متأكلة اليوم المورد البشرية متأري غير غير كافية اليوم أنتم تعرفوا أن وزارة التربية تقول أن عدد شغرات 16 ألف في حين أن عدد شغرات ألف عدد شغرات هي 20 ألف في الفلاحة لابد من تسويت وضعية الأراضي الأراضي الفلاحية لابد من الآبار العميقة لتسويت ومصانع التحويلية داخل سيدي بوزيد كذلك البطالة لابد أن نفكر في حل مشكلة الحظائر حسب محاضر الجلسات كما وردت بين الاتحاد العام التي تنسل الشغل والحكومة كذلك النواب لابد من تسويتهم نهائيا داخل البلاد أخيرا إيدي فيدك تفيدني ونفيدك حتى لا ننسى أحبك يا شعب رقمها ثلاثة عسلامة مرحبا بكم أنا وليد شبالي متزوج وأب بلت صغيرات إيطار بوزارة المالية قيادي دولي دا جماعة بريج ومثل هيئة دولية لبرامج الأمم المتحدة رئيس قائمة كلنا للوطن بسيليانا رقمها التسعة وربعين وشعارها النسر أهلية في سيليانا نحب نتقدم لكم ببرنامجنا التالي أولا نتعاهده بفك عزة ولاية سيليانا على بقية الجهات وفك وفك أريافها عنها توفير الماء الصالح لشرب للمناطق الريفية مثل أولاد سليت وبقية المناطق الأخرى بعث قطب صناعي لتحويل المنتجات الفلاحية الاستثمار في السياحة البيئية والثقافية والاستشفائية بعث صندوق ضمن صناديق الخزينة تحت إشراف وزارة المالية للاهتمام بالتغطية الاجتماعية لعمال وعملات الفلاحة كذلك أتعاهد شخصيا بفتح جميع ملفات الفساد في ولاية سيليانا وكذلك بفتح ملف الرش في ولاية سيليانا وما لف لفه أبناء ولاية سيليانا أبنات الوطن كلنا الوطن صوتوا لقائمة كلنا الوطن ولاية سيليانا رقمها 49 وشعارها النسر وتعاهدوا بالبحث في كل هذه النقاط التي قدمتها لكم وشكرا جزيلا على سلامتكم أنا ريم محجوب مصمودي رئيس قيمة أفاق تونس في ريانا قدمت روحي للانتخابات التشريعية على خاطر الانتخابات هذه بش تكون مصيرية لبلادنا مش كان الخمسة سنة الجايين ولكن الخمسة سنة القدام أريانا اللي تولدت فيها وليولدت فيها ولادي وربيتهم فيها نعيشوا فيها المشاكلة اللي يعيشوها التوينس الكل جيرينا يعيشوا في أحياء شعبية كما في ويد خيات ولا عيشوشها في شي جعفر لا عندهم لكيس لا ماء لا ظو لا تطهير لا مستوصف لا مدرسة ولا حتى بوسطة أما الأمن ما قال حد لحد للكنا ولينا خايفين وقتين لتظلام الدنيا ولادنا ميروحوش خايفين من البركاجات خايفين من الخطفة ولا الدغرة أحنا في أفاق تونس نبدلوا الدولة نبنيوا الدولة تحترم التوينسا وتحميهم دولة تكون قوية بقوة القانون بيش بقانون القويين أفاق تونس هو حزب المصعد الاجتماعي يؤمن بالحرية والمبادرة الفردية برنامج للنجم نلخصه لكم في كلمة واحدة أحنا نحب الرجع وهايبة التونسي والتونسية البلاد ما نبدلوها كين ما نبدلوا وليقودوا فيها نهار 6 أكتوبر ما تغيبوش وإنا متأكدة بش تعرفوا تختاروا ألي ما يسرقكم شسودكم اختاروا قائمة أفاق تونس القائمة عدد 9 بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى كافة مواطني ومواطنات ولاية المونستير وقدم نفسي عزدين الكامل رئيس قائمة المتوسط شعارها الزيتونة عدد 30 من دائرة ولاية المونستير برنامج الانتخابي السير على خطاء الزعيم الراحل الأحبيب بورجيبة بالمحافظة على مقاومات السيادة الوطنية وتدعيم الأمن القومي الذي يشمل التعليم والصحة والأمن الغذائي والنقل والحدم التداون الخارجي المجحف والعمل على تركيز منظومة ناجعة وشفافة لمكافحة الفساد بعيداً على السياسة وتصفية الحسابات انتلاقاً من قناعتنا السعي بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون والحرف مع تثمين المخزون الحضري والتاريخي بجهة ولاية المونستير تمسكنا بدعم وتدعيم مجلة أحوال الشخصية بما يتضمن حماية مكاسب المرأة والأسرة التونسية نسعى على العمل مزيد تفعيل دور التقاط الشبابية في خلال مساندتهم وفي التشغيل وتشريكهم في صنع القرار المحلي والجهوي والوطني أنا بس أملكي لرئيس قائمة يد واحدة على السفاقس واحد يد واحدة رقم ثلاثة في القائمة يد واحدة هي قائمة مستقلة تم تكوينها بعيداً تجاذبات السياسية والأحزاب والوعودة التي لم تتحقق منذ السنوات اليوم يد واحدة تحب تأطر المشاريع الكبرى في ولاية السفاقس اقتصادياً رياضياً صحياً مستشفى عسكري متعدد التخصصات لسفاقس مطار سفاقس مفروض يكون وجهة إفريقية ومركز صادرات كبير ومهم للصناعات متعنا اليوم المناطق الصناعية لا بد من يعاد تههيلها والتجيع البعثين الشبان بالتمويل والتكوين حتى يكونوا عندهم أمل في مستقبلهم في ولايتهم اليوم المدينة الرياضية ما تحق منها حد شيء هذه تكون من أولويات يد واحدة في العهدة الجاية للبرلمان اليوم لا بد كذلك من الاهتمام بالبيئة لا بد من اهتمام بالماء ونقص الماء في الولاية قلعة العطش هذا الكل من مشمولات ومهام يد واحدة وبإذن الله تاريخنا يشهد بإنجازاتنا وبنشاطنا سنكون أوفياء لأصواتكم سنكون أوفياء للرسالة اللي احنا تعادنا انهم قدموها ويد واحدة ان شاء الله تانع بالثقة متاعكم في يوم 6 أكتوبر صوتوا ليد واحدة بسم الله الرحمن الرحيم اهلنا في جبلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بجسم حسن رئيس قيمة حزم حركة النهضة رقمها 34 باسم كل اعضاها نقول لكم السلام عليكم وكل التحية والتقدير احنا نترشح باسم حركة تحت شعار الثقة في بلادنا والمستقبل لولادنا نعمل من اجل الرفاه للمواطن والعدالة بين الجهات والاستثمار في الشباب احنا ندافع في الجهة على عدة قضايا من ابرزها في هذه دقيقة ونصف في الفلاحة ندافعوا على معالجة موضوع ندرة المياه وملوحتها وزحف الرمال نحب نحل المشاكل المتعلقة بالاراضي الاشتراكية والملكية العقرية نحب نوفر قروض ميسرة للفلاحين وتوفير السداري والقرط وتوفير الادوية والاسمدة تطوير الخدمات العمومية والعناية بالموسات التربوية والصحية توفير الشغل للشباب تخصيص جزء من مداخل الشركات البترولية لصالح الاستثمار والتنمية في الجهة بعثنا وتات صينائية تهتم أو تنطلق من منتوج الوحة كذلك دعم السياحة الصحراوية والثقافية نهتم بدعم المرأة الريفية والعائلات المعوزة نلتزم بالحضور الدائم في مجلس النواب والمجلس الجهوية والتنسيق والتشاور مع المجتمع المدني وممثلين المنظمات الوطنية في الجهة صوتوا لقائمة حزب حركة النهضة القائمة رقم 34 حتى تضمنوا تحقيق مصالحكم احنا بالنسبة يدينا منكم وإليكم نعرفوا مشاكلكم وندافعوا عليها بكل قوانا والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم محمد شنيق السويسي رئيس قائمة حركة مشروع تونس بالدائرة انتخابية نابل 2 رقمها 28 ورمزها المفتاح نتعاهد لناخبين أولا العمل على تطوير القدرة الصناعية بالمنطقة من خلال السعي لطرح مجموعة من مشاريع القوانين التحفيزية لتسهيل استقطاب المستثمرين ثانيا العمل على جلب الاستثمارات بالتعاون مع الصلاط المحلية لإنشاء محطات استشفائية ذات مواصفات دولية بكل من حمام الجديد وقربص ثالثا العمل لأحداث مستثفى جهوي متعدد اختصاصات والسعي لتجديد كل المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية رابعا العمل لأحداث سوق جهوية لاستقطاب المنتوج المحلي وبعث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بكامل معتمديات دائرة نابل 2 اقتراح مشاريع قوانين لعادة النظر في مشكلة المديونية للمنشآت السياحية والمنشآت الصناعية وصغار الفلاحين والتجار العمل على الصعيد الوطني من خلال إطلاق مبادرات تشريئية بمراجعة المنظومة التربوية الحالية حتى تتلائم وسوق الشغل نحن معكم على العهد فيما وعدناكم به وعد الحردين صوتوا لقائمة حركة مشروع دونس بنابل 2 رقمها 28 ورمزها المفتاح مرحبا بكم أنا لستاذة ليليا الجلج لرئيس قائمة الوطن الجديد عدد 15 أهالي بنزرت ندعوكم اليوم للتصويت للقائمة عدد 15 الوطن الجديد وليت بنزرت رب يعطاها برشة خير أعطانا الماء في سجنين وماطروا جومين لكن للأسف ما زالت فيها مناطق معطشة أعطانا الفلاحة والجمح والشعير لكن وقت العول اللوجه على شكارة سميد ما نلقوهش أعطانا البحر لكن الحوت ما عدش خالطين عليه أعطانا مواقع سياحية مزيانة واستثنائية أعطانا كابسيرات والإخوات ودار الجنة راسنجل ورفرف وسيد علي المكي أعطانا واد الزيتون وشلالاته وإشكل وحماماته لكن ما عناش مشاريع اقتصادية وسياحية ما يلزمناش نرمو كل شي على الحكومات والمركزية وسياسة الجهويات السبب الرئيسي هو نحن إيه نعم نحن أهالي بن زرت الناس اللي اخترناهم المجلس النواب منذ الاستقلال قدموا مصلحتهم الشخصية والحزبية على مصلحة الجهة وما زالوا مترشحين لتوا يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا ونقطعوا مع الاختيار هذية صوتوا للقاء معدد خمستاش مهمتنا بش نبلغوا مشاكلكم لأصحاب القرار وبش ناخذوا نصيبنا من الاستثمار والعمومي ونجيبوا المستثمرين الخاصين ونعاونوكم في البلاديات والجماعات المحلية وكما قال الصغير ليدحمد إذا كنت شعبا عظيما فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة صوتوا للقاء معدد خمستاش منكم وإليكم وختاما دمتم كما رمتم والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي وإخواني أهلين بكل معتمديات جابس بمناطقها الريفية والحضارية أتقدم لكم أنا نور الهداس بايتي مترشحة عن حزب الأمل للانتخابات التشريعية 2019 الدائرة الانتخابية جابس القائمة رقم 29 بالبرنامج التالي من أولوياتنا الارتقاء بالمرافق الصحية من حيث البنية التحتية والإطار الطبي والشبه الطبي وآليات العمل وتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن الجابسي المهمش الذي يعيش تحت وطأة الإرهاب البيئي لمدة فوق الأربعين عام في ظل غياب برنامج واضح للحد من التلوث من أولوياتنا النهوذ بالمرأة عموما والمرأة الريفية خصوصا لما لها من دور في بناء مجتمع متوازن ومتقدم من أولوياتنا النهوذ بالقطاع النقل بجهة جابس وتحسين سكة الحديد وتطوير القطارات لضمان نقل الأشخاص في ظروف إنسانية نحو العاصمة من أولوياتنا رد الاعتبار للفلاحة والصيد البحري من خلال إيجاد حلول للمشاكل العالقة ودفع الاستثمار الفلاحي من أولوياتنا متابعة القرارات المعلقة والمشاريع المبرمجة المتعثرة والعمل على تنفيذها في أقرب الأجال بالأمل والعمل نحو مستقبل أفضل لا تكون فيه ولاية جابس مجرد خزان انتخابي صوتوا لحزب الأمل صوتوا للقايمة رقم 29 السلام عليكم من قائمة كلنا الوطن أنا أخوكم نوفي اللوحي متراشة على قائمة كلنا الوطن مستقلة عدد 55 شعرها النسر متزوج أب لزوز مستثمر شاب عنا مشاكل كبيرة في قرويان بشكل أخصوها في أهربع محاور كبار المحلولين يوموا حول التشغيل ومشكلة القانون الاستثمار اللي خلال خلال الشباب معاشي ناجم يستثمر في بلاده مشكلة القروض اللي ولاتي تعطيك الولئات الحزبية عنا مشكلة الصحة اللي هي ما أدراك ما الصحة عنا مشكلة السبيتار اللي تعملت عليه تنسيقية اسمها تنسيقية وينوس سبيتار من عمل فيروس بعتاش لو القنا في حتى حل فبالك المستشفيات الجهوية عنا مشكلة الفلاحة مشكلة كبيرة ياسر اللي هي البذرة غليات والعالفة غليات والقروض ما ثم قروض كيف كيف بيتاتار قروض كان الولئات الحزبية الفلاحة ماشيين في ثنية الفلاس نحكي وعلى مشكلة كبيرة أخرى هي مشكلة المرأة الفلاحية نهي كانوا 27 امرأة اللي ماتوا في ستبوزيد والاعلام اللي كل حكا عليها ما عاد في قروية على خطرها ما يحكي عليها حتى حد احنا كل يوم قاعدين يموتوا وعنا نفلاحة بتاعنا سينا كل يوم قاعدين تموت في الكيس نحكيوا على يجب أن نفرورهم الحيطة الاجتماعية يجب أن نفرورهم ظروف عائشة جديدة نتشرف كان تصوتوا لقائمة كلنا الوطن رقم 55 شعروا هالنصر وسلام على بنات الوطن من القيروان وسلام على رجال القيروان وسلام كلنا الوطن نضال كريم المهدية في خصوص البرنامج الانتخابي الذي سأسعى إلى تطبيقه في صورة الفوز في هذه الانتخابات التشريعية فإنه يتلخص في الآتي النقطة اللولة يجب الترفيع في المفسة والعلمي للمترشح في الانتخابات التشريعية بحيث يكون قادرا على إنتاج قوانين جيدة تتحكم في مصير الشعب التونسي وتفتح له أفاق ثانيا يجب اشتراط البطاقة رقم 3 للمترشح في الانتخابات التشريعية لا يجب أن يكون المترشح في الانتخابات التشريعية له علاقة عميقة وطيدة بالجريمة ثالثا يجب اشتراط شهادة طبية في بعدها في جاويتها النفسية والجسمية بالنسبة لكل مترشح لانتخابات التشريعية مجلس النواب هو من يتحكم في مصير الشعبي وأفاقه وعليه يجب أن يكون النواب في مستوى علمي جيد راقي قادرين على قيادة الشعب التونسي ومصير الشعب التونسي هذه الشروط يجب استنساخها وتطبيقها على المترشح الانتخابات الرئاسية من غير المعقول أن يكون مترشح انتخابات الرئاسية بطاقة سوابق عدلية غير سليمة وبمستوى علمي هزيل ثم وبصحة وبشهادة طبية تشير إلى أنه يشكو من بعض الأمراض هذا هو البرنامج الذي سأسعى لتطبيقه في سورة الفيوز في هذه الانتخابات وشكرا تونس اليوم تحتاج روح جديدة قدم لكم روحي أنا سافدين دبابي 31 سنة أصيل تطاوين مرشحكم في الانتخابات التشريعية 2019 بقائمة حزب بني وطني قائمة رقم 29 والشعار والرمانة أنا ابن تطاوين بلاد الخيرات المتروك أجديدي وعروقي وتاريخي تطاوين كابنها للبلاد العظيمة بنواجب يمبادر ونكون مسؤول وكابناء وطني أسعى إلى الحورية وتفعيل المواطنة في الإطار المصدقية التمييز الإيجابي والعدالة الاجتماعية رؤيتي لتطاوين الغد بلاد العظيمة تشجع الاستثمار وتخلق فرص التشغيل لشبابها هذاك عليش مشروعنا يهتم بتشجع الشباب على بعض المشاريع هدفنا استثمار ثروات الجهة خاصة في الطاقات المتجدة والجبس إذا ما استمر تهميش الحرمان اليوم علينا أن نتوحده ونحصنه من البنية التحتية ونستثم العلاقاتنا بالمنطقة الحدودية نبعث في سوق المغاربية ونشجع بها أبناء ذهيبة ورمادة على اقتحام السوق التجارية تطاوين ممكن تكون لها وجهة طبية هكا عليش مشروعنا هدف لأحداث مستسفى جامعي تتوفر فيه تتوفر فيه ألات المتطورة والإطارات التبية المختصة برنامجنا سينة وتجديد شبكة توزيع المياه والعمل على تنفيذ خطة إسلاح للمنظومة التعليمية نقدموا تطاوين هذا هو المطلوب اليوم نتوجه لبني وطني باشي صوت للرمانة خالي نحط اليد في اليد وقدرتنا نخلقوا من تطاوين الولاية الحلم عسل ما أنا كوصل العطويسيد بنت المؤسسة التربوية بترشع عن حزب التكتل دايرتنا بالواحد القايمة ستة وعشرين شعار الحزب نعيش بقضية في بلادي نعيش بقضية في بلادي كنمشي لسبيتار نرقى دواء ونرقى ظروف الملائمة والاختصاصات الكل باش نداوي في ظروف طيبة أنا وصغاري نعيش بقضية في بلادي كنصلحوا المنظومة التربوية متاعنا ونوفروا موارد البشرية والمدية مؤسساتنا العمومية نعيش بقضية في بلادي نابل من الولايات الكبيرة في الجمهورية يجب تكون عندها بنية تحتية ذات مستوى ومش وقت اللي تصب لمطر نابل تغرق والمصالح تتعطل نعيش بقضية في بلادي وقت اللي يكون عنا سلطات محلية ذات مستوى باش نعيش في بيئة سليمة نعيش بقضية في بلادي وقت اللي نواب الجيهة ما يسكروش ببينهم على المواطنين ويسموهم حلو مشاكلهم وانا نعدكم ونكون صوت جيهة ولذلك صوت القائمة 26 قائمة حزب التكتر حزب التكتر حزب الكفاءات حزب اللي بيقول لك يا تونسي يزمك تعيش بقدرك في بلادك والسلام عسلامة ناس الكل عسلامة أهلنا وناسنا في زغوين الغالية العزيزة انا ترشحت مستقلة باش نخدم بلادي بكل ارياحية وباش يكون جلبابي مريح في الحركة اللي هو عالم تونس اه ان شاء الله يا ربي الي جانب دوري كنائب المانوت بعهتي في القانون اني باش نضيف خدمة اجتماعية في بلادي تتماشى معا اختصاصي العلمي باش نحاول نخدم التنمية المحلية باش نخدم دوري كحقوقية باش نتلهابي اذن الله بفئات معينة حازة في نفسي وضحة هذك نحاول قدر امكان باش نكون صوت الحق اللي دافع عليهم عندي شبابنا اللي بعيدة عليه التنمية عندي انسانا الفلاحات التعبات اللي يخدموا وما همش مرتاحين وتنقصهم اغلب ظروف العمل اللائق عننا انسانا زادة الفلمصانع اللي هم التعبين واللي كيف كيف يلزمنا ندافع عليهم وعلى حقوقهم عنا اكثر حاجة بالحق متعبة اللي هي عمال الحذائر في زغوان واللي حالتهم مزرية هي في تونس الكل لكن انا باش نتلهابي اذن الله ونكون صوت الحق على عمال الحذائر في زغوان اللي يعيب علينا يواصلوا هكاكة عندهم عائلات وفي جردهم ناس يخدموا عليهم وشهرية ما تعمل حتى شيء يا رب ان شاء الله نكون عن ثقة الناس اللي باش تعطيني ثقتها باش نقول لهم راني بيحول الله باش نخدم خدمة بيها وعندكم الحق تراقبوني وتحاسبوني ونوريكم من طريقة القانونية لتحاسبوني بيها وبكل فرح اشتركوا في القناة